الكونفيدرالية الافريقية حددت مستويات متعقرة على تصفيات كاس العالم 2016 ونعرفوا انه وقع تصنيف المنتخبات الافريقية لستة مستويات وفي كل مستويات باش نلقاو تسع فرق وفي كل مجموعة باش نلقاو فريق من كل مستويات بالتالي كل مجموعة باش نكون فيها ستة فرق الول من كل مجموعة يترشح مباشرة الكاس العالم بعد ما وقع تحديد المنتخبات متعقل مستوى باش نقدم لكم دونك اليوم المنتخبات متعقل مستوى اضافة للمواعيد القادمة من هنا للكوب دافريق متع المنتخبات متعنا العربية وبشكل خاص باش نركز على مواعيد متع المنتخب تونسي اذا في المستوى الول باش نقاو المغرب السينيغال تونس الجزائر مصر نيجيريا الكاميرون مالي ساحل العاش يعني اوتوماتيك معظومة مهوش باش نقاوهم مع بعضهم في نفس المجموعة كل واحدة منهم باش تكون على رأس احدى المجموعات التسع في المستوى الثاني باش نقاو بوركي نافاسو غانا جنوب افريقيا الرأس الاخضر كونغو الديمقراطية غينيا زامبيا الجابان غينيا الاستوائية كما ترى في المستوى الثاني ثم في رقة صعبة وكاسحة وثم في رقة اقل نتصوروا انه الاقوى في المستوى ذايا ثم اربع في رقة كاسحة شوية في المستوى ذايا اولا غانا ثانيا جنوب افريقيا انسويت بوركي نافاسو وبلوز او موا غينيا نورمال ما انتلاقا من المستوى الثالث المستوى باش ينخفض شوية دونك في المستوى الثالث باش نقاو البنين اوغاندا موريطانيا كينيا الكونغو مادا غشقر غينيا بيساو ناميبيا وانجولا ولو انه في المستوى ذايا ثم انجولا راهي فريق كاسح شوية مهوش سهل بالكل انسويت في المستوى الرابع ثم الموزنبيق غانبيا سيراليوني توغو تنزانيا زمبابوي افريق الوسطى مالاوي وليبيا الففارة تنسيون من غانبيا في المستوى ذايا فريق ساعد بقوة في السنوات الاخرانية مستوى الخامس نلقاوه النيجر جزر القمر سودان رواندا بوراندي افيوبيا استيواني بوتسوانا وليبيري مستوى الاخير السادس ليزوتو جنوب السودان موريشيوس تشاد ساوتومي جيبوتي السيشل اريتريا والسومان هلا هذي هي دونك المستويات وهنا جايين بعد شوية قلت لبش نتحدثوا على المواعيد القادمة الافريقية بتونا نعطيكم بالضبط نوعد متاع قرعة تصفيات كأس العالم الفين وستة وعشري في الأسبوع ذايا وقع اتفاق ما بين الجامعة التونسية والجامعة المصرية على مباراة والديامة بين تونس ومصر بش تكون نهار 12 سبتمبر الفين وثلاثة عشرين بعاصمة مصر القاهرة ماتش كبير ياسر بتباع ما بين زوز من أحسن المنتخبات الأفريقية إن شاء الله يكون ماتش باهي وزوز في رقي قيمه ورواحهم وهو تحذيري داير الكأس الفريقية والكأس العرب اللي بش يكونوا في شهر ديسمبر الفين وثلاثة عشرين وشهر جامبي الفين واربعة وعشرين بالتالي بش تكون المواعيد القادمة للمنتخب الوطني تونسي هي التالي نهار 12 سجويل بش توقع قرعة تصفيات كأس العالم الفين وستة عشرين بالسيستام الجديدة ذا اللي كنت نحكي فيهم بكري في مدينة كوتونو عاصمة الاقتصادية متاع البيني انسويت في شهر سبتمبر السومان فيفا بش نلقاوه السومان فيفا وفي السومان فيفا بش تكون الجولة الأخيرة من تصفية كأس الفريقية وتونس بش تلعب ماتش لخرين يمتاحها ضد بوتسوانا في ملعب راتس وهي مبارات شكلية لكن مهمة بالناسبة لتونس زوز أسباب أولا محاولة القفز للمرتبة الأولى في المجموعة متاحة وثانية انت عرفوا انه كل انتصار بحسابه في التصنيف متاع الفيفا في نفس دونك التوقف متاع الفيفا بش نلقاوه نهار 12 سبتمبر المبارات الودية اللي كنت نحكي لها توتالر بين تونس ومصر في اكتوبر من تسعة لسبعتاش اكتوبر زوز مقابلات ودية بزادة ثمة توقف متاع الفيفا بش تستغلوا تونس وتلعب زوز مقابلات ودية تحذيرا لتصفية كاس العالم وكاس العرب اللي بش تجي في وقت لاحق وكاس افريقيا بالطبيعة المنافسين بتاع تونس مازال ما اوقعش تحديدهم مازال ما تفاهموش ما عاشقون بش يلعبو لكن مبدعين فمبدو متش اميكو بش يلعبهم بش يلعبهم بش يلعبهم بش يلعبهم من منتخب التونسي في وسط البريودة ذيكا نهار 12 اكتوبر بش يكون موعد اجلاء قرعة كاس افريقيا للأمم كود ديفوار 2024 نوصلو تاول شهر نوفمبر في شهر نوفمبر تبدأ المقابلات متع تصفيات كاس العالم 2016 دونك من 13 ل 18 نوفمبر بش تلعب تونس مبدعين ثمانزوز ما تشويت بش تلعبهم يدخلو في اتار تصفيات كاس العالم 2016 بطبيعة مازال ما سارتش قرعو وبالتالي مازال ما نعرفوش شكون المنافسين انتلاقا من نهار 30 نوفمبر بش تبدأ كاس العرب اللي بش تقام المرة الثانية على التوالي في قطر وبش تدوم على مدى زوز او ثلاثة اسابيع انفان دونك ابرتير من 13 جانفي حتى 11 فيفري 2024 بش نعيش مع بعضنا فعاليات كاس افريقيا الامم بسحل العاج تمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في الاخر بش نذكر وانو الجامعة حدت موعد 19 شكوة 2023 كموعد لانتلاق البطولة الرابط المحترفة للموسم الرياضي 2023 2024 ونحب نتمنى المشاجعين متاع المنتخب الكل مشاجعين الاسبرانس سبيسيالما وانو غيلان انشاء الله في طريقه نحو الشفاء هبت جمعة ذي على الانستغرام متاعه يشكر فيها العباد اللي تعاطفوا معاها الكل وتمناولوا الشفاء ويتمن في المتابعين متاعه ويأكدوا انو في مرحلة التأهيل البدني يقولوا الغيلان انشاء الله لباس وانشاء الله عودة سريعة للميادين ونلقاوك في الطوب منتاع الفورمان تاعك كما عودت هكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو نعود نذكر بطولة كأس العرب للمنتخبات تقرر بش يكون انتلاق متاحها نهار 30 نوفمبر في الدوحة في قطر للمرة الثانية على التوالي وبالتباع على التونس بش تكون من بين المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2023 كنت معكم مرد بالحجم من تونس شكرا للمتابعة إلى اللقاء